طيب حاجات في عندك هنا السايت هذا اسمه hub.9.com هذا ممكن انه انت تعمل بحث فيه بهذا الشكل تعمل search لأي شغلة بالدكية كيف بدك تعمل handle missing value كيف بدك تعمل data exploration تمام او مثلا كيف في عندك خوارزمية معينة ممكن انه هو يجيب لك النتائج نتائج قد تكون عبارة عن workflow كامل مشروع كامل او عبارة عن نوت نوت اضافيه عبارة عن extension غير النوت الاساسيه اللي موجوده في المشروع او ممكن تكون عبارة عن extension تمام فهنا لما تيجي تطلع في النتائج ايش هتلاقي هتلاقي انه هذا عبارة عن workflow هاي تمام وهذا مين اللي عامله name نفسه تمام اما هذا مين اللي عامله هو عبارة عن مستخدم عادي زي زيك يعني فبالتالي عندك المستخدمين ممكن يعملوا contribute في line hub انه عنده مشروع ممكن يحطه كexamble ويعمل يعمله ايداع له هناك فبالتالي انه اي احنا تاني ممكن انه يستخدمه ويستفيد منه الخلاصة هنا مشاهد في الموضوع انه انه ممكن تستعين برضه بالاضافة للمأمثلة اللي انا وجدتك اياها في line تمام هنا هنا لما انت تيجي تعمل the example تمام ممكن انه انه برضه تطلع على the examples اللي هناك لو تغلبت في حاجة انه مش عارف كيف انه انت تعملها بدك مثال عشان انه انه قلده فانت ممكن تبحث هناك خلاص تمام حاجات هفتح لك مثال association تمام خلينا نبدأ بالclustering تمام يعني انا وجدت كيف ممكن نعمل يعني classification هنرجع وبعد هيك عشان اريد ان ارجع سواء كان الصورر هذا عبارة عن prediction او classification تمام بس خلينا نشوف موضوع الموضوع 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 انت عندك هنا في الامثلة هتلاقي هنا في الاناليتيكس في عندك clustering في عندك هنا k-mean و k-medoids تمام هذا k-medoids هذا عبارة عن clustering algorithm بالمناسبة لclustering algorithm انه انت ممكن انه انت تجربها في عندك في عندك hierarchical clustering عارفينه ولا مش عارفينه hierarchical عارفينه نعم 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 و عندك k-mean و عندك k-medoids تمام k-medoids هو يعني عبارة عن خوارزمية ايو تعال اقرأ عليه k-medoids ال-k-model algorithm ممكن انه يشغل على input table تمام و ممكن انه يعني انه انت تختار distance metric اللي انت بدك تشغل عليها تمام فبالتالي هنا في عندك options اللي انت ممكن تتحكم فيها هي عبارة عن distance column أو distance metric انت ممكن انه انت تتحكم فيها فهجيت انا حارجيكم مثال خلينا نفتح k-mean بالاول ماشي هجيت هنا في k-mean او اللي انت حتسويه اللي بدي اياه في المشروع انا بدي الجزئية هذه تحديدا اللي هي visualization مهمة جدا تمام هجيت انت عندك هذه عبارة عن انه انت بتحمل البيانات وهنا عملنا partitioning للبيانات ليش عملنا partitioning للبيانات هو بالزمش تمام بس هنا بيعمل بيعمل simulation انه انت عندك على سبيل المثال افترض انه انت عمل clustering للكustomers فبالتالي data set تبعته انه قسمها لقسمين انه قسم شكل فيها الكلاستر والقسم الثاني انه هو افترض انه هي عبارة عن new customers بدها تيجي فالكاستمر الجديد هذا بدي يعمله assign لأي كلستر عشان هيك في عندك هذه النود اللي هي اسمها cluster assigner هذه النود اسمها cluster assigner فانت لما تبحث في الكلستر هاي بتجيها هنا ايش بتسوي تاخد انت عندك الexample وبتشوف هو اقرب لأي كلستر وتعمل assign بتعينه للكلستر هذا تمام هجت اطلع انت عندك هنا هاي ال data set ال data set ال output تبحق خليني اشغل هذا الكلام كله هو قد يشغل لانه علامة الرمزون كلها انه اسمه فهجت ال output هاي هاي شوف ال table هو عبارة عن ال iris data set زي ما انتم شايفين تمام وهنا عملها partition هاي الpartition الاول first partition وال second partition تمام وحكينا انه انت عندك في ال configuration لهاي انه انه انت لو ما كانش في عندك class label استخدم هاي تمام لانه زي ما حكينا انه انت عندك target بيكون هو عبارة عن numeric فانت بدك انه يتم تقسيم البيانات بحيث انه ياخد بعيني اعتبار كل الاعمدة بما في ذلك اللي هو العمود تبع price تبعك فانت بتختار افضل طريقة اما اذا كان classification فانت بتختار stratified sampling وبتختار class تبعك تمام لا 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 انا بحكي في موضوع تاني منفصل مش في موضوع classing بحكي في شزئية تقسيم البيانات تقسيم البيانات لما يكون انت عندك class عبارة عن target عبارة عن class nominal فانت بتختار هذه الطريقة stratified sampling فبالتالي بياخد بعيني اعتبار توزيع class label في التقسيمة تمام وبتختار class اما اذا كان numeric تمام فافضل option انه انت ممكن تختاره انه هنا draw randomly فانت لما تيجي تقرأ عليه هنا draw randomly بحكي لك انه هو بياخد بعيني الاعتبار يعني عيني عشوائية من كل الصفوف تمام فبالتالي انه بياخد بعيني الاعتبار كل الاعمدة في اختيار العيني العشوائية تمام دخلش الامور في بعض خليني اكمل موضوع clustering مش هكدر اشرح كل حاجة مع بعض مثل ما قلت قبل بس هنا مفيش missing مفيش missing مفيش missing حاجات هنا في K-Mean ايش ال options اللي انت بتعملها انه انت هنا في عندك عدد ال iterations احنا حكينا انه بيتوقف الالغورثم لما يصير فيه convergence بس فرضا مصارش convergence يضلوا الالغورثم شغال forever لا فبحطولك شغلة technical يعني في الالغورثم هذه زيادة في ال implementation هنا في ال name انه بعد 99 iterations ما صارش فيه convergence خلاص توقف فممكن انه انت فيه data set معينة انه فعلا تكون data set كتير كبيرة وتحتاج iterations عدد كبير فبالتالي انه انت ممكن تتحكم في شرط التوقف هذا عدد الكلاسترز قديش ثلاثة تمام هجيت ال initial cluster المينز كيف بدي يختاره فيه هيحطط هنا فهو بيختار اول ثلاثة وهو بيعتبرهم وفيه خيار تاني انه انت random initialization تمام فبالتالي انه بتاخد انت عندك centroid بشكل عشوائي هنا بياخد انه centroid من ال data set نفسها ومن تجلقش انه هو اخذ اول ثلاثة هيصير فيه convergence للكلاستر الحقيقية زي ما هنشوف تمام ايه بالنسبة للخصائص المتعلقة وايش اللي انت بدك تعمله include زي ما تشايف انه هو مستبعد لclass label تمام بس السيبل length والwidth والبيتال length والwidth تمام طيب شوف لي الناتج تبع هاي الناتج تبع هاي عبارة عن هايو ساهمين ايش يعني الاسهم ايش نوع ال output data يعني انت لما تلاقي انه انت عندك ال output عبارة عن متلت فبالتالي ال output هو عبارة عن بيانات لما تلاقيه هو عبارة عن مربع زي هيك عبارة عن model تمام فهجيت انت عندك ال output تبع ال key mean لو انت ايجيت تطلعت عليه هنا عشان تفهم هذا الكلام بقول لك ال output الاول هو عبارة عن labeled clusters الثانية هي عبارة عن clusters نفسه حاجيت هاورجيلك اياهم تشوف انه عشان تيجي تقول لي انه هاي clusters final cluster اللي طلعت معايا والثالتة هي عبارة عن model فتبدأك تشوف هدول الثلاثة أوت تضغط هيك بالزر الايمن هي ما دام انت في عندك ثلاثة output ايش بطلع لك هنا نفس الثلاثة أوت فهينا labeled input data ال input data سيجيب لك final cluster assignment فبالتالي انه هاي استجلات انت عندك رح تلاقي انه اضاف لك عمود جديد ايش اسمه cluster هذا نسبه ل cluster 2 تمام هذا نسبه ل cluster 0 هذا نسبه ل cluster 1 فبالتالي يجاب لك cluster assignment انه هذا هذا السجل لأي مين لأي center أقرب لأي سنترويد وين هما السنترويد اللي هو ال output الثاني اعمل right click كمان هنا هاي clusters هدول ايش بمثله كمان عددهم ليش ثلاثة على عدد clusters هدول ايش بمثله center center clusters center centroids final بعد نخلص cluster بالضبط فبعد ما انه شكل cluster وين center تبع cluster هاي القيمة اخد لي اياها فبالتالي انت عندك العمود يعني هنا على سبيل المثال افترض انه cluster الاول فيه 30 data point القيمة هادي بتمثل المتوسط تبعها 30 data point في سيبل length وهاي متوسط مش هوا centroid مش هوا means cluster means فبالتالي cluster mean هو عبارة عن المتوسطات تبعت انا عندي اربع عمدة فبالتالي انا عندي اربع متوسطات تمام الكلاستر التاني هو عبارة عن متوسط برضو ل سيبل length ولكن للنقاط التابعة له في الكلاستر فبالتالي انه هذا هذا السيبل length 26 هذا 5 و86 هذا 5 004 تمام فب في الدبات عندك هنا تمام عندك هنا جاب لك الاعمدة تبعت ال data set تبعتك هنا انت بتحدد انه انت ايش اللي تستطني وانت ايش اللي تخلي لانه هو بياخد الارقام بالضبط فانت هنا افتح الميدويد انت عندك في الميدويد الالغوريثم اعتقد انه بياخد لك كل الاعمال صحيح لانه انت هنا يعني ايش الفرق بين ال key mean ال key mean انه بيقبل النومي عجل انت هنا بتلاحظ انه هاي هنا انه ال output انا عندي هنا موجود فيه ال class label هاي ال iris هاي اس هذا dddd decimal تمام اما هذا اس عبارة عن string categorical هاي قيت هنا في ال include والexeclude في ال key mean بس جاب لي شو اسمه تمام فبالتالي انه على سبيل المثال بدي انا يعني اعمل clustering بدانا على عبودين فبالتالي ممكن استطني هذا واستطني هذا بالدخله ديسيمال لو حولتوا لنمبر بيه يدخل كل ما دخلت اتريبيوت اكتر الها علاقة تمام بالسجيل بيتمثل السجيل بيكون افضل اكيد طبيعة الحال تمام فا اي شغل اي معلومة انه انت ممكن ان انت تحولها ان يوملك فساعتها انه انت بتحولها فهي ال output التاني زي ما حكينا انه هو ايش بيمثل center تبع ال cluster تمام تمام حكينا انه trial and enough حكينا لما ندريها مشروحنا ال algorithm بشكل نظري مرة بتجرب ثلاثة مرة بتجرب أربعة تمام وحكينا في ال algorithm method انه ايش افضل قيمة يعني للكي انه انه اقل اس اس اي وفي نفس الوقت عند البنت تبع ال care صحيح بالضبط ايش يعني على اكتر ايش حتصوي ايش حتصوي تمام ايش حتصوي تمام فبتجرب بتسبت ال algorithm بتجرب ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين بديك تحدد مين هو افضل cluster algorithm فبتتسبت عدد ال cluster وساعتها بتجرب algorithm عشان تكون النتائج تمام وحكي 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 لما تلاقي افضل خلاص بترجرب ال key هادي مع خوارزميات مختلفة تمام وحكي ايش وحكي ترجمة نانسي قنقر 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 حلاث؟ كيف حدو يطلع؟ طيب حكينا انه ثلاثة لما اضع خمسة بيطلع لي هنا خمس تجلة اللي هو اتفقنا انه هما الـ Output الثالث اللي هو عبارة عن الموديل نفسه يعني بيجيب لي انه يعني هذا الموديل انه ايه الـ Representation لما بدو يحفظوا انا عندي يعني هذا الكلام انه مش يعني هنا الـ Cluster 0 الـ Size 35 واضح ولا مش واضح الـ Cluster الثاني انه Size 58 Cluster الثالث تضمين هما النقاط اللي فيه هاي ويجيب لك انه المتوسطات هاي الـ Representation تبع الموديل بصغة PML تمام هذا ممكن تعمله Save وتعمله Load فيما بعد عشان انه انت تعمل Assign لـ Cluster عشان هيك الـ Output وين دخلته لـ Cluster Assigner Cluster Assigner ماذا الـ Input هو عبارة عن Model Centroids تمام بالاضافة لـ بيانات اللي احنا فصلناها من الاول وما دخلناها في وانا بدي افترض انه هي عبارة عن بيانات جديدة ماذا سيقوموني لك فيها الـ Output سيقوموني لك هنا Assign data سيقول لك انه عندي الـ Row 17 لما اجيت حسبت اي cluster اقرب لإله لقيت انه cluster 2 اقرب لإله فبالتالي بعمل Assign لـ cluster 2 هذا السجل Row 65 حسب القيم تبعته لما اجيت قرب يعني قرنت بين الكلستر الثلاثة اي سنترويد اقرب لاله وجدت انه كلستر واحد وهكذا تمام هكذا تمام هكذا هكذا نيجي هنا عند الجزئية الاساسية اللي انت فعلا بدك تعرض فيها النتائج الفيجولايزيشن هاي حطتلك اياها في بلوك زي هيك ايش عمل ثلاث شغلها لون وعمل اشكال تمام وعمل فانت بدك تظهر لي الديتا كلستر على 2 ديمينشن وبدك تختار عمودين تمام بتيح لك انه انت تحدد مين هم العمودين لاحظ هنا في الكلار مانيجر ايش عمل انه هنا راح نول لك الكلس ليبل تمام حطلك احمر واصفر تمام وهذا اللون الغامق هذا بالنسبة للكلس بالنسبة للكلستر برضو ممكن انه انت تلون تمام ممكن انه انت تلون وتختار انه انا والله بدي اختار على سبيل المثال لكلستر زيرو بدي اختار هذا اللون وبختار زي هيك اختار هيو حددت اللون وهذا بدي احدد لون تاني هذا اللون تمام والكلستر الثالث بدي احدد هذا اللون تمام 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 نختار بعدين مثل shape manager سيأتي بالأسفل على كل أسفل شكل معين سأقوم بصفل كتانجل بصفل كتانجل بصفل سأقوم بصفل كتانجل ستختار الشكل الذي تريد في الذكية اه اختار أي shape بس لكي تستطيع التمييز النقاط تمام وهذا الكلام للعمود تبع الكلستر اوكي وهنا بدنا نعمل scatter blood انت بدك تحدد طمان هنا راح يعمل لك لأول 2500 تمام لانه يعني بدك تزود يعني هو بطيء شوي فانت اذا بدك تزود بدك انه تعدل في القيمة هذه عشان انه انت تعمل فخليني انا اعمل لكل حاجة لانه انا اغيرت في الاعدادات فهنا هنا ارى ال output وهو table with colors فهنا بروح بلول لك السجلات زي ما انت شايف على حسب ال class تباحها ال class وحسب وحسب ال cluster كمان تمام هنا shape benjar table with shapes مش راح يطلع لك shapes مش راح تقدر تشوف وين راح يبينه معاك هنا في scatter فبتقوله هنا visualize interactive تمام وعشان يبين معاك وين بتروح بتروح عند ال appearance وبتغير انت عندك ال jitter مع ذلك انه تزاكي انه بتعمل zoom in وين وبترجع هنا عند ال column selection هاي ال x و هاي ال y عامل ايش مع ايش سيب ال length مع سيب ال width حقيقة هذا حقيقة هذا المطلع يعني انا عندي المطلتات pure وانا مش pure اه مش المطلتات بتبثة ل cluster مدام كلها من نفس اللون معنى ذلك كلها من نفس class كيف ايش يعني وين cluster هاي عبارة عن data point تمثيل cluster هي عبارة عن المطلتات المطلتات ال cluster الاول التمثيل مطلتات ال cluster الثاني diamond cluster الثالث مربعات pure او لا المطلتات كلهم نفس اللون لان احنا مش لولنا على حزب class فبالتالي pure نيجي ل the diamond diamond كلها نفس اللون مش مشكلة التداشع تمام تمام انه تمام كيف المطلت ونمت المطلت هي ممكن انه انت تغير ال dimension انت تختار هاي وبيتا ال length مع بيتا ال width تمام 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 حالا اي اساس بختار ايش على اي اساس بختار ايش أنا اخترت شغلات انه إلها علاقة مع بعض هنا بيتل مع بيتل بيتل لنث مع بيتل لنث مع بيتل ويد فأنت على سبيل المثال في عندك فلايت برايس فأنت ممكن فممكن تختار ديستينيشن مع البرايس في علاقة إلهم مع بعض ممكن آه في علاقة إلهم مع بعض بس هذا بين أتريبيوت وبين أتريبيوت بس هنا انت عندك الكلاسترين انه انت عملت كلاسترين بناء على كل العامدة انه انت جبت أقرب يعني لكل إلستانس جبت انه انت أقرب كلاستر لإله بناء على كل العامدة شاك؟ هذا إشي وهذا إشي تاني فبالتالي الفيجوليزيزيشن هذا هجد انت يفترض انه انت الكلاستر هو فعليا موجود عندك في الـ حاجة مش ممكن انه انت تتخيلها عشان انه انت تشوفها تعمل بلوت في 2D مدام 2D بدك تختار عمودين واختار عمودين انهم علاقهم مع بعض وهذا ما تخلط بينه وبين الكوريليشن الكوريليشن هنا انت بتشوف إذا زاد هذا بيزيد هذا إذا جل هذا بيزيد هذا علاقة عكسية علاقة طردية لكن هنا بس عشان نشوف احنا بالنسبة لإنك بشا ممكن نشوف لغاية 3D بعد هيك 4D كيف بدك تجيب الـ صحيح لانه انت عندك المثال معروف لانه انت عندك الـ لكن لديتا ست جديدة انت بالنسبة لإيه لك انا ما بكتشف انه في علاقة بين الـ انا جاهد بتطلع على موضوع تاني مختلف انا السؤال اللي سألته في البداية هنا سألت انه كل المتلتات لون واحد لو كانت بألوان مختلفة معنى ذلك انه مش ولكلسطر على اساس انه مش احنا حكينا انه واحدة من طريقات بطرق الـ لو كان في عندي كلاس لابل انه انا ممكن استخدم الكلاس لابل واقيس الانتروبي واشوف كديش مقدار النقاط تبع الكلاسطر هذا هاي اللي انا بحكي عنه فبالتالي مدام كلهم نفس اللون معنى ذلك انه كلهم يتبعوا نفس الكلاس فبالتالي انه هذا هو الكلاسطر والدعمون نفس الاشي والمربعات نفس الاشي لو لقيت مربعات ملونة باللون الاصفر او البرتقاء او الازرق هذا اللون الثاني معنى ذلك انه لا مش بيور هاي اللي انا بقصده تمام؟ كلاستر بس ايش؟ كلاستر بس ايش؟ بدك تجرب هنا احنا عملنا 3 لانه احنا عارفين انه في 3 انواع من الزهرة من زهرة من زهرة الايريس تمام؟ انت بالنسبة للداتا سيت تبعتك انت مش عارف هم اصلا اكمي كلاستر فبدك تجرب 3 بعدين بدك تجرب 4 بدك تجرب اكتر من كلاستر فانت لما يكونوا 3 كلاستر بتجيب لي سكرينشوت انه كان تجميعة البيانات زي هيك بقولك انه اه والله انه هادون تمام؟ زي ما انت شايف هاي وهيك هذا عبارة عن كلاستر لحال هذا انه فيه كلاستر لحال وهذا كلاستر لحال اي نعم انه هذا فيه تداخل بس تداخل ضعيل لكن لما يكون فيه تداخل كتير كبير معنا ذلك انه انت محتاج تقسم كمان فاختار زود عدد الكلاستر تمام؟ كيف عددت ايش؟ اه صحي الانتر اكتف وما انت بدك تعمل رن بدك تشوف انه اشارة الرمزون انت عندك صارت هايو سكاتر بلوتر نعم تمام؟ حاجت شوفت الكيميدويد طبقه على اي data set بدي اعمل رن بالأول طبقه على ال تمام؟ وهنا فيه عندك هذا بيحتاج حاجة اسمها distance metric شوف لي انه هو ايش مختار يوكليديان تمام؟ اختار يوكليديان distance وهنا مطبق تاني هاي هنا كيميدويد وهنا كيميدويد وهنا عامل visualization وهنا عامل visualization هنا مستخدم distance metric ثانية شوف لي ايش هي مستخدم حاجة اسمها standard distance يوكليديان منهاتن فبالتالي انه مستخدم انه هذه distance metric اسمها numeric distance metric فبالتالي انه هايو متيح لك انه انت تختار اكثر من distance metric بهذا الشكل تمام؟ فهنا شوف لي في الكيميدويد ايش الconfiguration تبعته حددت ايش distance ويش انه عندك عدد partitions او الكلستر تمام؟ وهنا نفس الشيء وهنا عامل visualization وهنا عامل تشوف الناتج حاول انه انت تقارنه مع بعض هاي شكل الناتج انت عندك زي هاي وهنا يروح على حاجة هادي الاكس مش pure تمام؟ المربعات pure الاكس مش pure المطلتات pure تمام؟ شوف لي الثاني هنا ليش فيش يزوم؟ هار يضغط هنا فوق ليش فيش يزوم؟ هار يضغط هنا فوق فيش فيش يزوم في ايش؟ انه بيبين فيها الكلاستر تمام؟ هدا كله pure تمام؟ انه بس استخدم distance metric مختلفة حسنا لا 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 هي بالنسبة لل data set انه اصلا هما ثلاثة ثلاثة اظهار فبالتالي اكسب لأيشي ثلاثة فبالتالي انه الخلط في اختيار distance metric مش في عدد اعرف The Cluster تمام دعنا نتوقف هنا عند The Cluster Visualization استنى يا أستاذ دعنا نكمل هالكلمتين والمحاضرة الجاية ان شاء الله ستكون كلها عملي سنرى The Association وبعدين سنرى The Evaluation Matrix وهي The Confusion Matrix والNumeric Scorer وسنحكي قليلا على بعض العمليات في الPre-Processing تمام؟ ان شاء الله نعاتيكم الهاتف